متحور دلتا يوسع الفجوة بين الأمريكيتين الملقحين وغير الملقحين حسب وصف مصطلح مستشار البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي فعادة يقال إن هناك أمريكيتين غنية وفقيرة لكن مع رفض أمريكيين تلقي لقاح كورونا رغم جهود إدارة الرئيس جو بايدن تسهيل عمليات التطعيم بدأ يتم تداول مصطلح فاوتشي للإشارة إلى واقع جديد يتشكل واقع حذرت من تداعيته مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي هناك رسالة واضحة لقد أصبح هذا وباء غير الملقحين نشهد تفشي حالات في أجزاء من البلاد ذات نسبة تطعيم منخفضة لكن ورغم التحذيرات ما زال البعض كهذا الرجل يتخوف من تلقي اللقاح لكونه جديدا لا يعرف عنه الكثير وعن تداعيته أعتقد أنه في غضون خمس سنوات ستشاهد على التلفزيون الكثير حول لقاحات كوفيد-19 هناك الكثير من الآثار الجانبية والأشياء من هذا القبيل ولهذا السبب أؤجل ذلك أنت تعرف ما أعني أنني لا أشعر بالراحة في الحصول عليه في الوقت الحالي في المقابل يشدد آخرون وهم كثر على أهمية أخذ اللقاح بالنسبة للمجتمع الأمريكي أنا ممرضة الصحة ومن المهم حقا أن يتم تطعيم العام للوصول لسلامة الجميع أخذت التطعيم لأنني أعتقد أنني كنت مستعدا لعودة الأمور إلى طبيعتها مر نحو عام من الإغلاق والقواعد المختلفة وأعتقد أنني وكثيرا من أصدقائي وعائلتي أردنا نزعى أقنعتنا وحسب إحصاءات رسمية يتمتع الغرب والشمال الشرقي في الولايات المتحدة بمعدلات عالية نسبيا من التطعيم في حين أن الجنوب لديه أقل معدلات التطعيم الانقسام بين الملاقحين وغير الملاقحين هو على أساس سياسي أيضا كما يشير خبراء فمثلا وحسب الإحصاءات المقاطعات التي صوتت لبايدن أكثر تطعيما من التي صوتت لترامف الانتخابات الرئاسية كما أن المحافظين الرافدين لفكرة أخذ اللقاح هم أكثر بفارق كبير من الديمقراطيين الرافدين له حسين الطاود العربية واشنطن